حياكم الله وياهلا وسهلا فيكم وعكم بركات سرور في هذا الفيديو راح نتعرف على النيت بايوس أحد أقدم وهم التقنيات في شبكات ويندوز واللي لازلت مستخدمة إلى وقتنا الحالي هذا الفيديو جزء من سلسلة فيديوهات تعليمية مقدمة لكم من شركة نابوير نبني في نابوير برنامج نتورك إكسبلويت وهو برنامج محاكاة واختبار اخترق شبكات كمبيوتر موجه للعاملين في مجال السايبر سيكيريتي النيت بايوس هو اسم اختصارا لنتورك بايسيك إمبوت آتبوت سيستم طورتها شركة سايتك في 1983 لشبكات اي بي ام كثير من الأمور المتعلقة بالنيت بايوس قد تبدو غريبة وغير مفهومة لأننا نتكلم عن تقنية قديمة ظهرت في مرحلة ما بلغت فيها الشبكات مرحلة النظر حالية النيت بايوس فعليا هي اي بي اي واجهة برمجية وليست بروتوكول بالمعنى التقليدي كانت تستخدمها البرامج للتواصل وتبادل البيانات عبر الشبكة فلو كنت في الثمانينات وتبني برنامج محادثة لأنظمة اي بي ام بي سي فغالبا راح تستخدم النيت بايوس في رسالة استقبال الرسائل أقرب شي لها في الوقت الحالي هو السوكيت اي بي اي طبعا السوكيت اي بي اي اي وتحديد البركلي سوكيت بدأت في أنظمة بي اس تي ولازلت مستخدمة في أنظمة كثيرة مثل يونيكس ولينيكس ميكروسوت تبنتها أيضا بدلا من نيت بايوس لما استردت الويندوز سوكيت اي بي اي مع تعديلات على البركلي سوكيت وجود كلمة بايوس في نيت بايوس ما هو مصادفة أنظمة اي بي ام بي سي كانت توفر البيس انترابتس للتواصل مع الهاردوير مثلا لو كنت بي تطبع على الشاشة كنت راح تطلب المعالج أن يسوي انترابت ويستدعي وظيفة الفيديو رقم 16 برنامج او فرموير البايوس النيت بايوس كانت أحد هذه الانترابتس هو رقمها 92 طبعا حتى في ذاك الوقت مثل ما كان فيه فنكشنز تسهل عملية الطباعة على الشاشة مثل كان فيه فنكشن اسمها نيت بايوس يبعدك عن كل هذه التفاصيل طبعا من فترة طويلة والنيت بايوس مستقلة عن البايوس النيت بايوس فنكشن في ويندوز توفره دي الل اسمها نيت اي بي اي ثرتي تو واللي تمر الرسالي طبقة النقل المستخدمة اسفلها مثل نيت بايس اور تي سي بي اي بي كون النت بايس واجهة برمجية فهذا خلها مستقلة عن بروتكولات وتقنيات الشبكات اللي تنقل رسالة نيت بايوس واللي تغيرت عبر الوقت بدأت بشبكات IPM PSY شبكات توكير رينكس شبكات اللي تستخدم تقنيات شركة نوفل كانت تستخدم بروتكولات الـ IPX SPX لاحقا لما أصبحت شبكات تي سي بي آي بي واللي نستخدمها حاليا أكثر شيوع وضيف دعم نقل رسائل للنيت بايس عبرها بما يسمى النيت بايس أوفر تي سي بي آي بي أو اختصارة ام بي تي مع كل هذه التغييرات في التقنيات النيت بايس فيها نفسها لكن اللي يتغير هو طبقة الناقل أسفلها المسؤول عن نقل رسائلها النيت بايس فيها ثلاث خدمات أو وظائف رئيسية الخدمة الأولى هي خدمة النيم سيرفس واللي تستخدم للعنونة تشبه لحد دماء الديينيس وظيفتها تسجيل أسماء الخدمات على الكمبيوتر وتحديد أماكنها الخدمة الثانية هي خدمة الديتا جرام سيرفس واللي تشبه اليو دي بي أو الديتا جرام سوكيت تستخدمها الخدمات والبرامج اللي تحتاج لإرسال رسائل صغيرة مستقلة عن بعض ولا تتطلب إنشاء اتصال كامل بين الكلاينت والسيرفر برنامج نتورك يكسبلويت مثلا يقدر يكتشف وجود الأوبريشن سيرفر الموجودة في الشبكة آليين بدون الحاجة لأي عددات طبعا لو كنا نبغى نطبق هذه الوظيفة باستخدام نيت بايس فراح نستخدم الداتا جرامس عن طريق نرسل رسالة برودكاست في الشبكة وأي أوبريشن سيرفر موجود تصلها هذه الرسالة يرد علينا بعنوانه واسمه وبكذا نقدر نكتشف وجوده ما في أي اتصال سوى رسائل صغيرة مستقلة عن بعض الخدمة الثالثة هي خدمة السيشن سيرفس واللي تشبه تي سي بي أو ستريم سوكيت تستخدمها البرامج والخدمات اللي تتطلب إنشاء جهزة اتصال في مثالنا السابق مثلا بعد ما اكتشف برنامج نتورك يكسبلويت وجود الوبراشن سيرفر يحتاج أنه ينشئ اتصال مع الوبراشن سيرفر عشان يتبادل البيانات بيانات مثل التاركتس اللي موجودة الأوامر المرسلة للتاركتس أي برنامج مشابه يتطلب أخذ وعطى بين الكلاينت والسيرفر غالبا كان راح يستخدم السيشن سيرفس مثل ما ذكرنا النت بايس فيها خدمة للعنوانة حتى تتواصل مع أي خدمة على الكمبيوتر فانت بحاجة لإسم هذه الخدمة الكمبيوتر الواحد ممكن يكون عليه أكثر من خدمة تخيل مثلا بمثال حديث وهو كمبيوتر عندنا كمبيوتر سيرفر عليه خدمة HDTP سيرفس أو خدمة ميل سيرفس لكن طبعا هذه أمثلة حديثة تستخدم تي سي بي آي بي مباشرة عن طريق السوكيتس بدلا من النت بايس تستخدم النت بايس أسماء يسمى مفردها بالنت بايس نيم هذه الأسماء بطول ثابت وهو 16 بايت ولا يشترط أن يكون الاسم آسكي بمعنى أنه فقط يتكون من حروف وأرقام فممكن أن يحتوي أي شيء حتىنا لبيتس خدمة العنوانة التي توفرها الطبقة التي في الأسفل تتولى مسؤولية ترجمة الاسم أو النت بايس نيم للعنوان الحقيقي مثلا نت بايس أوفر تي سي بي آي بي راح ترجم النت بايس نيم للآي بي في النت بايس البرنامج هو المسؤول عن اختيار اسمه ويسجله باستخدام نت بايس كوماند أو أمر نت بايس خاص بتسجيل الأسماء في الشبكة لما يسجل البرنامج الاسم فمطلوب أن يحدد مع إذا كان هذا الاسم يونيك نت بايس نيم أو قروب نت بايس نيم البرنامج اللي يسجل السيرفز اللي يقدمها باستخدام يونيك بايس نيم لابد أن يكون هو الوحيد في الشبكة اللي يستخدم هذا الاسم وإلا راح ترفض باقي الأجهزة احتماد الاسم ومن ثم تفشل عملية التسجيل بينما البرنامج ممكن تكون مكررة وتستخدم عادة لرسالة البرودكاست اللي ترسل لكل الأجهزة اللي سجلت باستخدام نفس البرنامج عملية التسجيل تتم في الطبقة الأسفل مثلا نت بايس أوفر تي سي بي آي بي ترسل البرودكاست أدرس على البورت 137 مثلا هنا عندنا صورة لبكت كابتشر لعملية تسجيل يونيك نيم اسمه نابو وير هلو يستخدم مايكروسوفت ويندوز تنسيق محدد أو كونفنشن في أسماء نت بايس لتجنب تكرار الأسماء أول 15 بايت يستخدم كنت بايس نيم والبيت الأخير يستخدم كرقم يسمى بالنت بايس سافيكس يحدد هذا الرقم نوع السيرفز الخمسة عشر بايت الأولى واللي تمثل اسم نت بايس نيم غالبا ما تكون اسم الكمبيوتر أو اسم الورك جروب أو اسم الدومين هذا السبب اللي يخلي 15 حرف هو أقصى طول لأسماء الكمبيوترات في ويندوز وأقصى طول للنت بايس دومين نيم هنا مثال استخدام أداة نت بايس في نتورك إكسبلويت لعرض قائمة النت بايس سيرفزيس الموجودة على أحد الكمبيوترات نلاحظ في العمود الأول أسماء الخدمات بعض الخدمات أسماها قد تبدو أصغر من 15 حرف لكنها فعليا تستخدم حرف المسافة أو سبيس الحش والاسم بحيث يصير طولها 15 حرف العمود الثاني فيه السافيكس الخاص بالخدمة واللي هو فعليا حرف رقم 16 من النت بايس نيم العمود الثالث هو نوع الاسم هل الاسم هذا كروب أو يونيك نيم والعمود الأخير هو نوع الخدمة هذا الجهاز اسمه Win2K وجزء من Work Group اسمها Legacy Lab نلاحظ أن السيرفز الخاصة بال Work Group مثل Browser Surface Selection مسجلة باسم ال Work Group وتستخدم Group Name وتختلف عن باقي السيرفز فقط في السافيكس بينما سيرفز خاصة بالكمبيوتر واللي منها واحد فقط في الشبكة مثل Master Browser مسجلة كيونيك نيم والسافيكس الخاص فيها هو 1D بالهيكس أو 29 بالدسمال البروزر سيرفز هي خدمة تستخدم لتسريع إيجاد الموارد المشتركة في الشبكة مثل الملفات والطابعات يتم انتخاب أحد الكمبيوترات الموجودة في الشبكة عن طريق البروزر سيرفز سيلكشن وفق ألية معينة بحيث يصبح الفائز هو Master Browser ويصبح دليل لأماكن الموارد المشتركة في الشبكة أحد أهم هذه السيرفزز هو الفائل سيرفر واللي هو فعليا الاسم بي والمستخدم لمشاركة الملفات في ويندوز طبعا الاسم بي أول ما بدأ كان يستخدم فقط النيت بايس لكن مع ويندوز 2000 والإصدارات اللاحقة من الاسم بي أصبح يدعم الإرسال مباشر على التي سي بي على البورد 445 بالإضافة للنيت بايس وبكذا كنت تعرفنا على تقنية مهمة في شبكات ويندوز وهي النيت بايس لو عجبك هذا الفيديو تابع حساباتنا على شبكات التواصل الاجتماعي عشان تتلقى تحديثات مستقبلية